في بداية الفيديو ده يا جماعة خليني اوجه لحضراتكم سؤال مهم جدا جدا والسؤال هو هل يمكن لنا تصميم كتاب عصري جدا واحترافي جدا جدا ذو تصميم متميز والوان وتنسيقات غاية في الروعة والاجابة هنا يا جماعة وبكل تأكيد نعم وبنسبة 100% باذن الله تعالى والاهم من كده يا جماعة ان هذا الكتاب هو كتاب متقلب الصفحات اي انه لو ضغطنا في احدى اركان الكتاب يتم تقليب الصفحات الى اتجاه اليمين حتى يناسب اللغة العربية والى اتجاه اليسار ايضا حتى يناسب التصميمات اللغة الانجليزية والمفاجئة هنا يا جماعة ان شاء الله ان تصميم هذا الكتاب بالكامل مجانا وبدون اي برامج تخيلوا معايا جماعة هذا التصميم الاحترافي بالتنسيقات والالوان والشخصيات الكرتونية كل هذا مجانا تماما تماما وقبل ما ابدأ في تفاصيل هذا الكتاب خلينا اقول لحضراتكم اهلا بكم في قناة انفوليجي التعليمية انا محمد حامد تابعوني طيب يا جماعة قبل ما ابدأ في تفاصيل هذا الفيديو ان شاء الله خليني الفة انتباع حضراتكم لشيء مهم جدا جدا وهو انني في هذه القناة الطيبة احاول جاهدا بعد توفيق الله عز وجل لي ان اقدم كل ما هو هادف وكل ما هو نافع لذلك كنت اتمنى من حضراتكم ان تدعموني في هذه القناة والدعم هنا هو ان تشتركوا في قناتي وتنشروا المحتوى الخاص بها لكل الاصدقاء والاحباب حتى استمر في تقديم مثل هذا النوع من المحتوى الهادف النافع لكل ربوع الوطن العربي ونكمل على بركة الله واول خطوة نبدأ نعملها مع بعض يا جماعة ان شاء الله حتى نكون بتصميم هذا الكتاب العصري جدا المتميز ان احنا بنيجي نفتح المتصفح اللي عندنا على جهاز الكمبيوتر ونيجي في مربع الكتابة ده ونكتب كلمة كما ترون الآن وبعدين اضغط على مفتاح انتر من الكيبورد بعد كده يا جماعة ننقر على اللينك الاول ده وبالمناسبة يا جماعة الرابط المباشر لهذا الموقع سوف اتركوا لحضراتكم فيه صندوق وصف هذا الفيديو وفيه هنا يا جماعة معلومة مهمة جدا جدا احب الف تنتباه حضراتكم لها لان طبعا انا عاودتكم على الصدق الكامل في كل حرف اقوله على هذه القناة الطيبة ان شاء الله والمعلومة المهمة دي يا جماعة هي ان لو حضرتك عندك ايميل تعليمي فهتقدر تستعمل الموقع ده بالكامل مجانا والاميلات التعليمية طبعا يا جماعة 내� Sheikh اللي هي مع المعلمين والمعلمات وطلاب المدارس وطلاب الجامعات لانه في فترة الكورونا كل مؤسساتنا التعليمية زودتنا باميل معين الاميل ده يا جماعة هو ايميل تعليمة طيب السؤال هنا بقى يا جماعة هل لو انا مش معي ايميل تعليمي ومعي ايميل جيميل عادي هل مش هقدر اصبم الكتاب اللي شوفناه في بداية الفيديو لا يا جماعة هنقدر نصممه ان شاء الله ومجانا تماما بإذن الله تعالى والسؤال هنا أيضا يا جماعة لو أنا دلوقتي معايا إيميل تعليمي كيف أسجل دخول على الموقع ده ولو حتى معايا إيميل عادي كيف أسجل دخول على الموقع ده وأبدأ أيضا أستمتع بكل المميزات المدفوعة وكأنها مجانية باستعمال الحساب العادي خلينا أوضح لحضراتكم يا جماعة نبدأ ننزل لتحت شوية كده مع بعضنا كده يا جماعة أول لما بنوصل للقسم ده نتوقف قليلا وعندين هنا حاجة مهمة جدا جدا يا جماعة نقرأ مع بعضنا كده كلمة كانفا برو is free for education and non-profits يعني النسخة المتقدمة من كانفا مجانية تماما للحسابات التعليمية والمؤسسات غير الربحية طيب يبقى إحنا جده عرفنا إننا لو معايا إيميل تعليمي هيضغط على كلمة education وأسجل دخول بالإيميل التعليمي ده طيب أنا دلوقتي لو معايا إيميل عادي هسجل دخول منين فقط اطلح فوق قليلا كده وبنلاقي هنا حاجة اسمها كانفا برو تحت كانفا برو وبنلاقي حاجة اسمها start free trial انكر عليها لما بتنكر عليها هنا بتقدر من خلال حسابات الجوجل كروم أو حتى حسابات الفيسبوك إنك تسجل دخول بإحدى هذه الحسابات وتبدأ تستخدم وتستعمل موقع كانفا ده بالكامل لمدة 30 يوم مجانا تماما بكل المميزات المدفوعة هتكون مجانا تماما إن شاء الله وفي طريقة أخرى أيضا للناس اللي معاها حسابات عادية هقولها إن شاء الله في بداية الفيديو إن شاء الله طيب دلوقتي خلينا أقول إن أنا معايا إيميل تعليمي هعمل إيه نبدأ باقي جماعة بالناس اللي معاهم إيميلات تعليمية كالمعلمين والمعلمات وطلاب المدارس وطلاب الجامعات اللي أحبهم وأحترمهم جميعا إن شاء الله هنيجي ننقر على كلمة education من هنا فبتخدني للصفحة دي أضغط على كلمة sign up ومن هنا يا جماعة أنزل لتحت شوي أضغط على كلمة continue another way من هنا فبيجيب لي طبعا يعني أنواع الحسابات أنا هابت أسجل بحساب المايكروسوفت لأن أنا حسابي التعليمي أنا مدرستي مزوداني به هو حساب مايكروسوفت وكلنا كده أعتقد إن شاء الله أنقر عليه فبيجيب لي كل حسابات المايكروسوفت المسجلة عنده على الكمبيوتر أختار الحساب التعليمي الخاص بمؤسستي وابدأ أسجل دخوله ومن هنا جماعة الموقع بيعيد تحميل نفسه وبيفتح من طلقاء نفسه ومن هنا كده جماعة إحنا معانا كنز دلوقتي إنت في إيدة كنز لأن الموقع بالكامل بكل شيء فيه مجانا تمام نشوف يا جماعة تقدروا تصمموا أشياء لها حاصرة لها بدون أي خبرة يعني بصفر خبرة تقدر تصمم كل اللي إنت عايزه مجانا تماما طيب حتى لو أطلع على حضراتكم وقت الفيديو خلينا أقول دلوقتي كيف بقى هنصمم الكتاب متقلب الصفحات الاحترافية هنجي فوق فقط على مربع الكتابة ده وكتب كلمة بوك باللغة الإنجليزية كده وبعدين أضغط على مفتاح إنتر من الكيبورد فبيجيب لي بقى جماعة مجموعة من التمبلس اللي هي القوالب اللي بتكون طبعا مجانية ومدفوعة ولكن هنا باستعمال الإيميل التعليمي كلها مجانية إن شاء الله نشوف مع بعضين يا جماعة لما بتشوف التاج ده كده اعرف إن القالب ده مدفوع ولكن انت هنا بتستعمله مجانا عشان انت بتستعمل الآن الحساب التعليمي هننكر طبعا على القالب ده ونقول إن احنا حابين القالب ده يكون هو القالب الأساسي أو غلاف الكتاب بتاعنا لو مش حابب القالب ده خلاص اسحب أي قالب تاني انت حابب القالب ده خلاص اسحب وحطه هنا كده بقى أنت بدلت القالب ده بقى القالب التاني وهكذا يا جماعة فهمت وجهة نظري؟ ممتاز جدا طيب أي قالب بقى من القالب إنك تقدر تكبر من هنا شوية كده وتقدر تعدل بالكامل يعني إيه خلينا أقول مثلا الجملة دي أنا عايز أكتب مكانة كلمة وهو يا جماعة وهو اسم قانوتنا الطيبة إن شاء الله الكلمة دي حابب أقول مثلا اتشانل 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 اهو يا جماعة تمام؟ بمنتال بساطة مثلا ومن هنا يا جماعة أيضا بقى أن أنا أتعامل مع النص أكبر أصغر ألون النص كل الأشياء ديت اللي أنا عايز أعملها أقدر أعملها بكل بساطة هنا يا جماعة على النص ولكن المفروض أن أنا أحدد النص الأول لدي له أي لون بقى أنا محتاجه وبعد كده يا جماعة أنقر على الدرجة اللونية وأغير كل ده أقدر أعمله بكل بساطة بقى ده بالنسبة للإيه للنص طيب بالنسبة بقى طبعا النص أيضا أقدر أغير الموقع ده وأحط الموقع بتاعي الصورة دي ممكن أشيلها خالص أهو يعني الصورة الصغيرة دي ممكن أشيلها خالص ممكن أكبرها صغيرة كل الأشياء دي يا جماعة هتقدروا تعملوها بكل بساطة ووضح لحضراتكم دلوقتي إزاي نجيب بقى أشياء من بره الموقع ونصمم إن شاء الله بالنسبة بقى للصور يعني أنا عندي هنا صورة ممكن بقى أروح على اللي هي التحميلات بيعطيني option إن أنا إما أحمل من جهاز الكمبيوتور أجيب صور خارجية أو إن أنا أستعمل الصور المباشرة من البرنامج من هنا أستعمل الصور المباشرة وأكتب اسم الصورة اللي أنا عايز أوصلها بسرعة خلينا أقول إن أنا عايز أوصل ليه مثلا صورة البن اللي هو القلم مثلا أهو يا جماعة أبدأ أسحب القلم وأحطه هنا بكل بساطة أصغر أكبر أعمل كل الأشياء اللي أنا عايز حابب أحط عنوان رئيسي للقلم ده أحط نصي يعني تروح على أداة النص من هنا ممكن تحط عنوان رئيسي عنوان فرعي كسط عنصية صغيرة أو ممكن نص عليه تأثير معين زي ده كده ده تأثيره عليه تأثير معين اسحب وحط تمام أهو تمام ابدأ أصغر بمنطقة البساطة حطه في المكان اللي أنت عايزه ابدأ بقى عدل واضغط عليه مرتين وكتب اللي أنت عايزه فهمت وجهة نظر يا جماعة؟ طيب في عندي معلومة مهمة جدا في الأبلودز في الصور ممكن أن أنا أجيب صورة من على جهاز من هنا خلينا أقول أن أنا حابب أحط وليكن على سبيل المثال الصورة دي خلينا أضغط على الصورة دي وأقول بص يا جماعة الصورة هتترفع عند دلوقتي هدية عند دلوقتي تترفع هي ترفعت هي بصوا لما بسحب الصورة ممكن أحطها صورة لوحدها كده أهو وممكن أن أنا أستبدلها بأي صورة تانية بصوا لو وقفت كده بص بتاخد مكان الخلفية شفتو خدت مكان الخلفية فهمتو أصد بوجهة نظري ممكن بقى أن أنا لو عند أي صورة أحطها مكانها فهمتو يعني بصوا ممكن أحطها مكان صورة الألم ده بصوا أقف على الألم خدت مكان الألم وهكذا بقى جماعة كل شيء أي معا طبعا ده النص اللي احنا معدلينه من شوية ممكن أيضا نسحب ده لتحت شوية نسحب ده أيضا ديليت مثلا ممكن أمسح ده بقول ديليت وحكذا تمام طيب دلوقتي بقى خلينا نبدأ بقى نضيف القالب اللي احنا عايزينا القلب ده عجبك انزل لتحت حط صفحة جديدة خد القلب ده تمام أهو ضيفت القالب روح على الابلودز ارفع الصور من هنا زي ما اتفقنا هتكون صورة زي دي ابدأ يشيلها كده وحطها بس ايه مكان الصورة اللي عندك كده أول ما تقف على أي مكان في الصورة بتبدأ تاخد الخلفية تلقا شايفين ممتاز خليني يلا نروح نضيف صفحة تانية وهكذا اروح أيضا من قسم القالب من هنا اجيب أي قالب تاني اهو ضيفت القالب ده طب حابب أوصل لقالب معين عن مثلا القراءة اجي من فوق من هنا واكتب كده وهكذا واضغط على مفتاح انتر فبيجيب لي قالب عن القراءة ضيف صفحة جديدة وحط هيجماعة وهكذا بقى يا جماعة انتو فهمت وجهة نظري والتعديلات بقى والأشياء دي كلها احنا فهمناها يعني ممكن تجيب بقى يعني صور زي صورة زي دي كده تحطها وتبدأ تعتل في النصوص تحط النصوص دي وتشيل دي وهكذا فقط اجتب هنا يجيلك نتائج ميانا تماما طيب احنا كده عرفنا كيف بنستعمل الأدوات دي ان شاء الله طيب انا لو بقى حابب أصمم صفحة فاضية من نفس قاني زي دي كده صفحة فاضية زي دي عايزة بقى أصممها على أدية مش عايزة أستعمل قالب ممتاز تعالى على قسم التكست اللي هو النص اطلع حط يلا عنوان رئيسي كده حطت عنوان رئيس هدي العنوان الرئيسة وهي جماعة ابدأ حط العنوان الرئيس في أي مكان كده تمام وابدأ بقى اكتب اللي أنا عايزه اكتب عنوان درسة انا اكتب هنا كلمة على سبيل المثال وهكذا فهمته حابب احط عنوان فرعه حطت عنوان فرعي تحت العنوان الرئيسي واكتب كلمة مثلا انتو فهمت وجهة نظر يا جماعة وهكذا وتبدأ بقى تحط حابب تحط فقرة مثلا معينة اهو قطيت من هنا احط لي بقى فقرة ابدأ اكبر بقى صغر اكتب اللي أنا عايزه وهكذا يا جماعة يعني الدنيا سهلة جدا والموضوع سهل جدا ولو حزفت اي حاجة تراجع من لحة المفاتيح كنترول زي او من السهم ده بكل بساطة يا جماعة طيب ممتاز جدا طيب ممتاز تعالى بقى هنا ممكن ترفع اللوجو الخاص بيك يعني ادي اللوجو بتاعه هواتي نبدأ ايضا نرفع اللوجو بتاعنا لو عندك لوجو معين على الكمبيوتر بتاعك وليكن ان ده هيكون اللوجو بتاعنا ان شاء الله نقول مثلا احنا رفعنا اللوجو بتاعنا هي على ما يتحمل كده وبعد ما بتحمل بتسحب بس كده وتحط اما تحط صورة كاملة او تستبدله بصورة تانية وهكده ابدأ صغر كبر كل الاشياء دي اشياء بسيطة جدا 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 يعني طيب وهنا طبعا يا جماعة في مكتبة للصور تقدر تاخد الصور زي ما قلت لحضراتكم ولو روحنا من هنا ايضا في مكتبة للاشكال وهنا عندي طبعا الاشكال العناصر ممكن ارسيم لي مستطيل اهو ممكن اقسم الصفحة اخلاها مثلا مربع كده قد للمربع ده لون من هنا اي لون انا عايزه كده وبعدين اكتف فيه نص اروع على النص واختار مثلا اي نص من النصوص دي اتخط نص ابدأ حط النص هنا اكبر اصغر كل الاشياء دي جماعة ابدأوا بقى انتوا ينصكوا فيها زي ما انتوا عايزين يعني ده الشكل اللي ازرق ده يعني ده شكل من ضمن الاشكال اللي موجودة في الالمنس هنا ومكتوب نصوص وهكذا ممتاز ممتاز جدا طيب تعال بقى دلوقتي خلينا نقول ايه ان احنا خلصنا الكتاب بتاعنا وصممنا وحطنا المادة العلمية وحطنا الصفحات وحطنا كل شيء عايزين بقى دلوقتي ان احنا ايه خلينا نضيف شوية بسرعة كده ايضا عشان الكتاب يكون مظبوط بس اهو عايزين دلوقتي بقى يكون عندين ايه يا جماعة اه كتاب بقى متقلب الصفحات هنعمل ايه يا جماعة تعالى على كلمة share لما بتنكر عليه اضغط على كلمة save تمام طيب احنا هنا بنستعمل الايميل التعليمي عشان الايميلات العادية هيكون لها طريقة اخرى ان شاء الله بعد ما خلصت كده هو طبعا بيعد الكتاب بتاعك لما دي بتنتهي لازم تيجي بقى تضغط على الكلمة دي view in هايزين فيليب بوكس انكر عليه لما تنكر عليه يخذك بقى للموقع ده والموقع ده لما يخذك عليه لأول مرة هيطلب منك تسجيل الدخول لازم تسجل دخول ليه عشان لو ما سجلتش دخول كل كتبك اللي انت هتعملها هتتحزف بعد اسبوع انما لما تسجل دخول على الموقع ده يفتفضل كتبك على الموقع ده على طول انا بالفعل مسجل دخول منكبر بصوا يا جماعة من هنا بقى ايضا بكل بساطة اقدر ان انا صممت كتاب لمنتهى البساطة طبعا انا حطيت كوالف كده بسرعة على سبيل الايه على سبيل الشرح انما انتوا بقى ممكن ايه هتمصاكوا بقى يعني ده اللي كنا بنعمله من شوية فهمتوا هيجة مصر واحد كذا يا جماعة تقلب يمين تقلب شمال كل اللي انت هايزبه منتها البساطة طيب حابب اشارك الكتاب ده مع اصدقائي اول شيء لازم تحفظه من هنا كده عشان تحفظ على حسابك اللي انت بسجل دخول عشان ترجع له بعد كده تعالي على كلمة شير من هنا ممكن تاخده كلينك اهو من هنا خدت اللينك ممكن اروح بقى على المتصفح اخر كده ونبدأ نشوف كيف هيزهر ليه الطالب في الطرف الاخر ده متصفح اخر ويجي معه شوف هيزهر للطالب او لاي حد بقى كده ممكن يكبر من هنا ويتصفح المادة العلمية فقط بمنتها الاحترافية تخيل بقى دلوقتي معايا ان حضرتك بتشرح مادة علمية اونلاين او عندك مقابلة عمل او عندك مقابلة وظيفية في مدرسة معينة او عندك ندوة علمية او ورشة عمل اونلاين وبتشرح مها يعني عملك بطريقة احترافية الناس اللي مش فاهمها هيقولوا ما شاء الله ايه التقدم ده ايه الرقيدة او لو بتعمل مقابلة عمل في مدرسة او في اي مكان يعني مش شرط مدرسة تخيل بقى مديرك في المدرسة دي او الناس اللي بتحضرلك المقابلة كيف هيكون انطباحهم عنك طبعا يعني لا شك 100% هيكونوا مبهورين لان شغل احترافي خاص ببرمجة الانترنت ممكن ارسله على منصات التواصل الاجتماعي ممكن ان انا حمله ولكن لو جيت حملته ككتاب عادي يشتغل بدون انترنت من هنا هيطلب مني ان انا اشترك في النسخة المدفوعة للموقع ده اللي احنا عليه ده اللي هو الاسمه هايزن ده مش موقع كنفة تمام ولكن انا افضل ان انت اتروح على الQR كود اهو تحمل البر كود من هنا يبقى انت عملت يا سلام يبقى انت عملت ايه عملت كتاب باحترافي متميز جدا وبار كود من مكان واحد مجانا تماما نشوف يا جماعة جمال تبعد بقى البر كود ده لأي شخص ينبهر فهمت وجهة نازل يقولك عاملوا ازاي كيف عملت الشغل ده وهكذا جمع طيب ممتز جدا جدا تعال بقى دلوقتي خليني ايه اسجل خروج من الموقع ده اهو قدام حضراتكم اهو وابدأ بقى اشرح لحضراتكم كيف دلوقتي ان احنا هنسجل دخول بالحساب العادي خليني يلا اعمل لوجن من هنا اهو واروح على جوجل كروم معرف حضراتكم الحساب العادي كيف هاشتغل به وهاخد حساب العادي اهو انا دلوقتي بيسجل بحساب جوجل كروم عادي خالص تمام فتح معي اهو كل بساطة هتطبق نفس الخطوات مرة تانية هاجينا على كلمة بوك اهو وبعدين انتر هيجيب لي مجموعة ايضا اجماعة من القوالب ابدأ اختر اي قالب اللي يكن القالب ده اهو بص كده معي يا جماعة القالب ده مجانة نهو تمام حابب اضيف صفحة جديدة خلينا اكبر شوي زي ما اتفقنا من هنا كده اهو ابدأ مسلا اضيف الصفحة دي ضفت الصفحة دي حابب اضيف كمان صفحة وهكذا من هنا ضفت كمان صفحة بص بقى لما بروح اعملش كلمة وقرر نفس الخطوات وبعدين اه كلمة ديزاين وهايزن فيليب بوكس دي انقر عليها بصوا هنا يا جماعة جاب لي هنا كلمة لان اخترت القالب المجانية فهمت وجهة نظري لو انا اخترت بقى قالب مدفوع لو بحست عن قالب كده احترافي وخط القالب المدفوع ده خلينا نرجع ده قالب مدفوع تمام خليني يلا ببص كده افتح صفحة جديدة وروحت على القالب المدفوع بصوا بيقول لي بيقول لي انت بقى لازم تشترك اما في التلاتين يوم اما في الحساب المدفوع ولكن خليك في الحاجات البسيطة اللي زي دي كده تمام وابدأ نصقك ببساطة او في طريقة تانية ايضا يا جماعة انك تفتح صفحة جديدة زي دي وتبدأ بقى تنصقك بمعرفتك انت تحط بقى المربعات والنصوص وتحط الصور بتاعتك من برة وترفع الصور بتاعتك من هنا وتضيف النصوص والاشياء دي كلها هتثبت معاك ان شاء الله تبدأ بقى تروح على كلمة شير وبعدين كلمة مور ومن هنا تروح على الديزاين والحايزن فيليب بوكس من هنا وسيف فلما بيسيف معك نفس الخطوات بقى يبقى انت كده يعني استعملت الطريقتين عرفتوا بقى يا جماعة ايه الفرق بين الحساب التعليمي وبين الحساب العادي حساب التعليمي له فقط مميزات ايه اضافية وتنكر من هنا ياخدك بنفس الطريقة وهكذا يا جماعة وبكده يا جماعة اكون وصلت الى نهاية هذا الفيديو اتمنى من الله عز وجل ان انا اكون قد سهمت في نشر شيء نافع هادف لحضراتكم اؤجر عليه دنيا واخرة وهذا والله يا جماعة ما اتمنى ان اؤجر على حية مفيدة بقدمها لحضراتكم وانا متأكد ان حضراتكم هتدعموا قناتي وهتشتركوا فيها ان شاء الله بكل حب وتقدير واحترام اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته